قرب تلال القمامة الفائضة عن المستوعبات الخضراء والتي تملأ الأرصفة في العديد من شوارع بيروت وتضيق الممرات المخصصة للسيارات يرفع المرة طرف ملابسهم إلى أنوفهم لتجنب الرائحة المزعجة وفي بعض الأماكن يرش عمال أكوام النفايات بمصحوق أبيض تضمن مبيدات لإبعاد الفئران والحشرات فقد غرقت بيروت ومدن وبلدات جبل لبنان وهي من المناطق السكنية الأكثر كثافة في القمامة بعدما بدأ مواطنون في نهاية الأسبوع الماضي اعتصاما قرب مطمر في منطقة النعمة على بعد حوالي 20 كم جنوب بيروت كانت تنقل إليه نفايات هذه المناطق على مدى السنوات الماضية وكان سبق لسكان النعمة والمناطق المجاورة أن احتجوا قبل أشهر على وجود المطمر على مقربة من منازلهم وتلقوا وعودا من الحكومة بإقفاله ضمن مهلة محددة وأقدموا في نهاية المهلة في السبع عشر من تموز يوليو على إقفاله بالقوة رافضين تمديد العمل فيه مرة أخرى اليوم النفايات بيروت إلى أربع أو خمس أيام الناس باش تدر تتحمل نحن هون عم نتحمل سبع عشر سنة نفايات لبنان كله وكان يفترض دف حوالي مليوني طن من النفايات في مطمر النعمة ويعتقد الخبراء أنه بات يضم اليوم حوالي خمسة عشر مليون طن ويزيد من تعقيد المشكلة انتهاء عقد شركة سوكلين المسؤولة عن جمع النفايات في المناطق المعنية بالأزمة فيما لم يتوصل مجلس الوزراء المؤلف من ممثلين عن غالبية الأطياف السياسية إلى اتفاق على تجديد العقد أو استبدال الشركة لا يمكننا أن نكتفي بإيجاد مطمر آخر شبيه بمطمر نعم للتخلص من نفاياتنا علينا أن نجد موقع آخر هذا صحيح لكن نحتاج إلى اعتماد تقنيات مختلفة إلى التخفيف من كمية النفايات الصلبة وإلى التدوير أكثر ويتطلب كل ذلك قرارات حكومية وعملا حثيثا في وقت يعاني لبنان من شلل حكومي ونيابي في ظل شهور منصب رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة بسبب أزمة سياسية معقدة وبالتالي لا تظهر في الأفق أي بوادر حل سريع